تشهد نيويورك معرضها للقوارب العام 2019 ويعرض فيه 350 قارباً للبيع منها اليخوت الفاخرة والقوارب الرياضية والزوارق المصممة للمغامرات العائلية وكان الصياد إيرون فالكوفسكي أحد أوائل الزائرين للمعرض حيث قال إنه يملك قارباً ويعشق رؤية كل جديد في هذا المجال مضيفاً أنه جاء لشراء قارب أكبر ووفقاً لتوماس دامريتش رئيس رابطة الصناعات البحرية فإن القطاع في ازدهار وأوضح دامريتش أن العام الماضي شهد بيع 280 ألف قارب تقريباً وتوقع أن ترتفع المبيعات في 2019 بما بين 3 و4% ويقام معرض نيويورك للقوارب منذ عام 1905 ويختتم يوم الأحد